اشتركوا في القناة سد السيطرة على جزء من الثلاثين بالمئة التي يسعى لها خصمه سليل عائلة اتاتيرك اليساري كمالك الجالدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري واحد وخمسون مليون ناخب تركي سيقررون اليوم ما اذا كانوا سيمنحون رئيس حكومتهم الثلاثمائة وثلاثين مقعدا العابرة للدستور واذا فعلوا سيولد في المنطقة اردوغان باشا الثالث الكبير الذي يعاد انتخابه للمرة الثالثة والساعي كمشعوب العربية الى اسقاط النظام لكن بالضربة الديمقراطية قبل ان يظهر له شعب يريد التغيير في الشارع في الارقام لا خوف على عودة رجب طيب اردوغان الى السلطة لكن التوقعات لم تعطي الطيب نسبة كاسحة كالتي حصل عليها في العام 2007 ما يعني ان بائع الحلوى في اسطنبول ورئيس بلديتها لاحقا سيكون امام مهمة بطعم المرارة سترغمه على اجراء ائتلاف مع احزاب لا يألفها على ان المنطقة تنتظر من اردوغان الثالث رسم خارطة الطريق السياسية الى سوريا كيف سيتعامل مع ملفها مع لاجئيها الذين غزوا حدوده وهل ان النتائج ستعدل في خطابه القاسي نحو دمشق ام ان ما قاله الرجل قبل فتح السناديق سيشهد منحا تصعوديا بعد اغلاقها سوريا في هذا الوقت لا تعير اهتماما الا لامنها المفتوح على تظاهرات وعنف ومقابر جماعية اكتشفتها السلطة هذه المرة ففي الطريق الى جسر الشغور واثناء مواصلة الجيش عمليته العسكرية اعلنت تليفزيون السوري عن اكتشاف مقبرة جماعية تحوي جثث عناصر من قوات الامن المركزي وقال ان تنظيمات مسلحة قامت بقتلهم من دون تحديد اعدادهم واشارت تليفزيون الى فضائع ارتكبت بجثث الشهداء التي تم اخراجها من المقبرة في لبنان مقبرة صمت جماعية بعد صخب التأليف الذي لم يترجم حكومة على ارض الواقع غابة الانباء تادار الخليلان عطلت المفاوضات لكنها لم تتعطل وهي موعودة بجولة جديدة بداية الاسبوع لتنطلق من المربع نفسه وفي حضرة الغياب جاء خبر عن رجل فقد ظله عن سعد الحريري الرئيس المصروف والرافض عملية تصريف الاعمال ولكن لكل غائب عذره فقد اتضح ان الحريري متوارن عن الانظار بطلب امريكي بعد اكتشاف مخطط لاغتياله كان سيتم في ايار الماضي اللافت ان الامريكيين اكتشفوا العملية وانقذوا سعدا من عملية مدبرة ومن يعرف بمخطط اختيال كان سيتم في ايار 2011 هل يتعذر عليه معرفة اختيال شباط 2005؟